موسيقى يا مرحبا بكم فيكم جينة يسرى اليوم جبتلكم رسات تجين الملسوقة تجين الملسوقة هذية على طريقة انا طريقة يجي كراوي وبنين وتنجم تعمل فيه شوية قرميشة من الفوق ننصحكم بالحق بالحق تجربوها الوصفة هذية على خطرها بيش تعجبكم وان شاء الله معتش بدلوها بالكل شنو بش نستحقو التاجين متاع الملسوقة اول حاجة فيه تنجرة بش نحط بصلة كبيرة ومعها ثلاثة سنة ثوم شوية زيت ومغرفة صغيرة زبدة الزبدة ره يتبنن بالقدي بالقدي سيخطوف التاجين اي حاجة فيها الجيج تبنن خذيت زر متاع الجيج متؤسط ما هو شكل كبير برشا او ما هو شكل صغير بش نقعد نقليه فكتنجرة هذيك حتى ريني يتبدل لونه ووز اللي بصليها بشوية بش نحط لفحات شوية تابل شوية كركم شوية ملح وشوية فلفل اكحل بش نخلط الكل بش نعطيها لكم الهناي بش يجيكم الدجاج بنين بنين على الاخر وبش يجيكم تخطوخ معانتها بالقدي فلما يتونا بالكل ماء ميم با نص كاس وسكر غطي عليه معانتها وخلي اكل بصل على نار هادية بالكل بالكل خليك البصل هذيك ايذ بالقدي بالقدي تحسوا مبعد عمل لك نوع متاع سوس عقدة وخليك الجاج يتيب فك شوية الماء هذيك بالكل محكاية تاكيك درج درج ونص اهوك اشفتوه مبعدوك عريت عليه ديجا لبصل قاعد يسيب فك الماء متاعه وهو وكتفت المالي زيت هالو وبخاسك معانتها اذ بالبل بلجداء بلجداء وقتها يعمل لك مبعد تخطوخ يجيك بنين مش تحسوا كلي معانتها كتزيد من لول بكثرة ماء مبعد يولي لك جوست طرف بصل جاي في وسط ماء حتى من المطعم معانتها مهوش ابنين تاو النجم نبرق عليها كيك حكاية زوز كيسين نغتي معانتها ولا كيس معانتها كبير نغتي جوست الجاج ديجا هورا وبيلا روح وفيسعة فيسعة ما يتيب وما تستحقش باش تحبيت تنجرب لك دابش يبا يتيب لك مبعد ما يتيب الجاج الناحيه على الشيرة ونفتفتوه ونصفي الاكل التخطوخ هذيك اولا كالسوس اللي قاعدت مل بصل ومثوم ونخليها على الشيرة تاو باش ناخو شوية بركة ما كنت تخطوخ هذيك مع الجاج المفتفت وباش نزيد عليه الجبن انا لهنا اخذيت ثلاثة نوية عم تعجبونات شوية 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 رو مش برشة خديت كل البلان سيسيليا وخديت شوية غريير وخديت شوية موزاريلا عربي معانتها نخطر اينا ناخو بالكعبورة بالكعبورة ونرحيهم ونبدأ نقسم شكيرات شكيرات صغار باش يجيوني بهين تاو باش نبدأ نزيد العظم على حسب لازمك مثلا انت والخليط متاعك ما نجمش نقول لك قداش مش تزيد العظم على خطر انت تنجم تكون عملت اكثر مني ولا اقل مني المهم الخليط متاع الطاجين ما يجيش جاري وما يجيش عاقد بما انت على الأخر يجيه متوسط حتى تشوفون بعض التكستيرهم تياه وكيفش اشتركوا في القناة نحن نخدم فيها نجم تاخو انت اي مول تحب عليها باش ندهلو بتباعة بشوية زبدة هذيك زبدة ذوبتها وزبدة زبدة باش نستحقها باش نزاين بها الوراق اللي باش نعملها من الفوق انا الهنية نسيت ما عملتش حاجة اني نعمل ما وقت اللي نجي باش نحط لوراق متاع المرسوقة نصب شوية متخطوخ من اللوطة باش يجي اكل شارب وما يجيش معانتها كلي معانتها طيب ياسر معانتها من اللوطة مزروبة وقتها معاش علي يا بكري اما لازمكم تحطوا التخطوخ من اللوطة اقبل ما تحطوا معانتها الوراق هذي ما تنسويهاش بربي ومبعد نبدي ونحطوا الوراق هذي معانتها هكي دير سير نص الداخل ونص البرة وتحط ورقة ولا اثنين وكيما انتي معانتها تحب ومعانتها ما بين الوراق تحط التخطوخ مش تجي راوية معانتها ما تجيش ورقة معانتها تفوقها ورقة تبدأ شايحة راهو ايجا نقول لكم راهو السر متاع الطاجين المرسوقة اللي يجي راوي وجي بنين هو كتخطوخ هذيك راو مش تحطوا راهو يبدأ شايحهم بعد يجي الزعمة زعمة كمكوا كله يتجرمش ما يجيكش يتجرمش على خاطر الورقة البريك في لوسط الفور راهي ما تتجرمش الا ما تبدأ كلها معانتها مدهونة بالزبدة اما كي تبدأ انتي حاططها هكيه واش تقول لي يجيك يتجرمش وقلك سامحني ولا تحطوا هكيه من فوق ومبعد تقول يا شبيه الوراق الفوقانين تحرقوني والتاجين من زي المطاب شكر وشاي تبدأ داخلها بعذك راوي ساقو فيه مميم على خاطر لازمك تبلهم ممليح باك الصوس هذيك معانتك التخطوخ اللي بضلنا من التاجين وإلا ما ترنت ذوي بالزبدة متاعك وتصبها من فوق شفتوا كل المرحلة بش نحط فيها ورقة لازمني نبلها باك التخطوخ هذيك بش تبدأ راوية وما تجيش شيحة وتبدأ كلها معانتها كلي تتكسر هذيك معانتها حاجة أنا ديما نحملها وبسم الله ما شاء الله معانتها يجي بالحق بنين بنين ويجي كيفücke معانتها ميجيش يتقرمش معانتها مش ما يجيش يتقرمش يجي يتقرمش أما ما يجيش تكلي يغصص ولا ولا مثلا يجيك الورقة معانتها إن شاء الله تبدأوا فاهميني معانتها يجيك راوي وبنين وكي تحط المرسو في فمك معانتها يجيك يذوب ما هو شكلي معانتها يقلقك في الماكلة ولا حاجة لا تبدأ التشجيل مش طيب من داخل ووراق الملسوقة يجي ومعنطها هيسر طيبين معنطها هذيك هي المعادلة بطريقة هذي يجيك ابنين وراوي موسيقى بالحق يبش تغموها كيكا باك الصوس هذيكا بعد يجي شارب بالجداء بالجداء معنطها وتحسوه ما تقولوش راني عملتو برشا معنطها بالصوس هذيكا ولا حاجة رهم بعد يشرب بالجداء بالجداء معنطها جربوها وشوفوه معنطها برسمي كلمي اسحح ولا لا موسيقى وراق متع الملسوقة لي فضولي اخذيت قصيتهم معنطها هكاية سيول سيول باش نزيدهم شوية تاك الزبدة اللي فضلت وباش نخلطها باش نحطها اكا ديكور من الفوق باش نبعدها كاذيكا هي اللي جي فيها اكا تجرميشة لبنينة جوست طريقة معنطها متعتزين كل واحد وشنوه يحب يستعمل الطريقة متعوه وشناخوك الكعبه تهذوكم باش نرشه ما كيكا كيما جي جي فوق المول معنطها نحطهم على الشيرات لكلها باش يبدأوا معنطها متوازنين ويبدأ اندخوطون الفور قاعد يسخن على مئة وثمانين درجة وشنحط الطبقة متاعي في البختي الوسطانية معنطها ونخليه على نار هادية يتيب هدو هدو ورد بالك تحطه من لوتا اراه فيه ساعة فيه ساعة يتيب لك من لوتا نية معنطها ويتحرق لك ويبدأ من الفوق مزان ما تابش ويولي لكم معنطها الطاجين متاع كيابس من لوتا وطريه من الفوق او كعينك ميزانك نار هادية في الطبق الوسطاني هذي هو معنطها الطاجين متاعنا كيفيه شتاب وخرج باش نخليه يبرد شوية باش نبعد النجم نحطه في طبق التقديم ننصحكم والله تجربوها على خطرها بالحق بنينا الطاجين هذي عملتو لي لت سبع عشرين وشنواريكم مش نواء عملت معه هذي هي نخليكم معنطها تشوفوا التصاور مبنو مبنو اعملت معه سلطة خذرة سلطة نطيعنا التونسية الوصفة راكم تلقوها موجودة على القناة عملتها قبل وعملت معه كسكسي ازعر بالحم والحمص والزبيب واللوس اه ان شاء الله ما رايشين هابتلكم الطريقة اهو بنين بنين عن الاخر اه ان شاء الله معنطها تكونوا الوصفة متاع اليوم عجبتكم وان شاء الله هتجربوه وكلا عادة تكتبو لي في التعليقات اه كان عجبكم او اله ليه وكانكم اجددوا مش تركين في القناة ما تنسيوش تفعيل الجرس وما تنسيوش تنزلوا على زر ابوني ومرحبا بيكم الى لقاء في وصفة قديمة